اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحكمة مطمئنة إلى أدلة قاطعة جازمة اعمال مرص الفقرة الثانية من المدة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لذلك قررت المحكمة ترسل أوراق القضية إلى فضيلة نفتي الجمهورية لأخذ رأي فضيلته في معاقبة سامح السيد عبد الفتاح وأمل أيمن عبد العظيم عبد الحليم بالإعدام وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل نادي عمرو رفا عمرو رفا السعيد محمد سلام السعيد عمرو محمد بجسارة خائم خنقتما صديقا وهشمتما رأسه بحجر تأهبا لسرق التوكتوك يقتات من العمل عليه كأجير ثم ترطيان به في اليم لتزهق روحه وتبيعان ما سرقتما بسمن بغس من أجل الكيف فرأت المحكمة مطمئنة إلى أدلة قاطعة جازمة إعمال مص المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية لذلك قررت المحكمة ترسل أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأي فضيلته في معاقبة كل من عمرو رفا السعيد عوض ومحمد سلام السعيد حراز بالإعدام وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل محمد عبد الوهاب نصح محمد حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبتك بالسجن المشدد خمسة عشر سنة وغرامة خمسة عشر ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري المطبوط إسلام إبراهيم الصاوي وعبده خيري السجن سلس سنوات عما أسند إليكم كريم ومحمد أبو المعاطي وزياد بمعاقبة كريم بالحبس مع الشغل سلس سنوات والمصاريف الجنائية وإذاع المتهمين محمود أبو المعاطي وزياد محمد إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبد النبي محمد والمتول محمد والسيد عبد العزيز والسعيد السعيد ومحمد فتحي وعبد المنعم السعيد والسعيد السعيد وأحمد خليل حضوريا أولا من قضاء الدعوة الجنائية بالتصالح عن تهمة الضرب البسيط لجميع المتهمين ومعاقبة المتهمين عن تهمة السلاح الأبيض بالحبس مع الشغل سلاسة أشهر وغرام ألف جنيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس البسيط فقط عبد العزيز السيد أحمد الحبس مع الشغل ستة أشهر محمد السيد عبد الرازي وحمدي محمد خليل بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها في الجناية السبعمية وتسعتاشر لسنة ألفين وتسعتاشر في الجناية قسم أول وجد سمير وكمال سمير معاقبة كمال سمير بالحبس مع الشغل سنة وبراءة وجد سمير محمود إبراهيم خبر براءة إبراهيم أحمد زيدان براءة مصطفى إسماعيل صبري براءة جمال عبد الغفار محمد براءة عبد الحميد علي عبد المقصود براءة وقل أحمد محمود براءة محمد محمود عويضة عويض فريق براءة رفعة الجلسة رفعة الجلسة اشتركوا في القناة